وعشان كده الطموح لو تعارض مع الواجبات بيكون اسمه تمني فالطموح لازم يكون رشيد ما يتعارضش مع ايه؟ مع واجباتي ما يبقاش انا عندي طموح وانسى واجباتي كأب ولا هي تبقى عندها طموح وتنسى ان هي زوجة فالطموح على فكرة كلمة لو تأمننا بنحب احنا نعمل في بعض الاحيان لتنشيط الزهن حاجة ترتبط كده بحروف الكلمة عشان ننشط ذن الانسان عشان يبقى مركز في فكرة الطموح الطموح كلمة من اربع حروف الطاء والميم والوا والحق يعني طريق ممدود وساعات يبقى محمود واقعي لحلم فاذا كان ده مش واقعي فهو مش طموح لكنه تمني واحنا دايما بنحظر من العيش بالتمني ده وعندنا حلول للتوفيق ما بين الطموح والأسر مثلا تغيير طبيعة العمل او وضعية العمل فتغيير طبيعة العالم او وضعية العمل عشان يبقى الطموح ده واقعي وبيحفظ ده على البيت فممكن نشتغل من البيت مثلا او ممكن في بعض الاحيين اعمل حاجة زي الاجازات بدون مرتب او نصف العمل ده عشان اقدر احافظ على البيت وقدر احافظ كمان على كيان هذا البيت تاني حاجة ممكن نستخدمها عشان يحصل التوفيق ده تمديد الوقت لتحقيق الاهداف يعني بدل ما انا عامل حاجة في شهر ممكن اخليها عملها في شهرين بس الشهرين دول يكونوا منضبطين يعني ممكن اضع خطة اطور شوية للوصول للنجاح اللي انا عاوزه في عملي فمسلا بدل ما يبقى سنتين بدل ما يبقى سنتين بدل ما يبقى سنة واحدة وده ممكن بيظهر اوي اوي في مسألة الماجستير والدكتوراه بيحصل جدا 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 لما البيوت كده او لو واحد عايز يعمل ايه يعمل شركته الخاصة فيسيب كل حاجة ويتفرغ لشركته الخاصة بدل ما انا عامل شركته الخاصة في ستة شر او في تسعة شر ممكن اعملها في سنة ونص لكن ان انا مصر اللي انا عاملها في الوقت ده فاسيب البيت واسيب كل حاجة ده مش هيقدي الى ان البيت يفضل في حالته صحيح ولذلك حضرة النبي هيفضل دايما بيعلمنا ان في الاوقات اللي ازاي دي عشان نكون حكماء بيفضل الشعار الكبير او غلوه برفق يعني اعملوا الحاجة برفق ما تجرحش حد ما تكسرش حاجة وانت بتجري ناحية هدف الحياة الثالثة اعمل ممكن اعمل الميسور لان الميسور لا يسقط بالمعصور مش لازم تتشبس بشيء معين ولازم الحاجة دي تحصل ولازم اوصل لها من هذا الطريق وإلا الدنيا تقف حاول توصل للنجاح قدر مستطاع وخليك مرن في سعيك للنجاح واعملوا باقصر طريق ممكن يعني ايه مش لازم انا اخد مثلا الشهادة بتاعتي من المحافظة الفلانية اذا كانت المحافظة الفلانية دي اقرب مني فممكن اخدها من طنطة لو كنت انا طنطوي مش لازم اخدها من عين شمس انا ممكن اعمل كده وخليني مرن ليه لان انا عايز ان انا حافظ على بيتي لكن ان انا لما اصر ان انا اسافر واسيب البيت وانا عندي فرصة ان انا عامل كده انا مش مرن يبقى المسألة ممكن تكون فيها هذه المرونة على فكرة الشرك الحياة يبقى ملاحس كل هذه الاشياء فمسألة ان انا اكون مرن ده شيء مهم جدا 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 عشان اقدر اوفق واوصل لطموحي رقم اربعة ان انا ابدي للمهام واوعي التوزيع بيني وبين شريك حياتي زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هو كان بيدعم نجاح الزوجة من اعلى وان ده من اعلى درجات حسن العشر فكان بيستجع استيدعيش على التعلم انا بحب بعمل كده دايما لما نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفهمش فعل رسول الله بالفهم الضيق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساعدهم في البيت من غير ما يكون اصد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدفعهم الى ما فيه خير ايه الدنيا والاخرة لكن السيدة عائشة عشان هي مشغولة بيه مشغولة بطلب العلم كان ايه اللي حاصل بيساعد على التفقه في الدين والزج روت السيدة عائشة نفسها عن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الحديث اللي كان فيها صلى الله عليه وسلم منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله يعني بيساعد أهله فده شيء مهم أو أول